ويكون نعلن نعلي في بداية الحلقة وموضوعنا لنهار اليوم يحكي على الحجر رح نتعرف على الأحكام والشروط والإجراءات وعقوبات التجاوز في القانون الجزائري أكيد باش نناقشوا هذا الموضوع باش نعرفوا كل هات التفاصيل رح يحضر معنا ومعكم مشاهدين الأكاري مصباحة اليوم المحامية نبيلة واضحي الغنية عن تعريف صبح النور وغف يوسف صبح خير صبح الأنوار أستاذا وشكرا لقبول دعوة البرنامج باش خلاص الناس والفاتك وتعود التعليك ولا تسنك وتسخصي عليك والله نجابك بليزر يعطيك الخير أستاذا سباح الخير لك سباح الخير لكل فريق الشروق ولكل المشاهدين يعطيك صحة أستاذا أكيد موضوع مهم جدا بالنسبة لناس وهو موضوع الحجر بدايةنا ربما ناس بزاف تعرف الموضوع وناس بزاف جهة المصطلح غريب باش نفصلوا ونعرفوا ونبسطوا الناس والمشاهدين باش يفهموا أكتر الموضوع واشنه هو الحجر فعلا الحجر باش نتمكنوا من تعرف الحجر نذكره بعض الأمور هو الإنسان لما يبلغ سن الرشد سن الرشد حال هو 19 سنة في القانون الجزائري لما يبلغ سن الرشد يعتبر كامل الأهلية لأداء كل حقوقه ويعني مبارسة كل حقوقه المدنية لأنه ربما نتكلمه على الجانب المدني شخص طبيعي يعني نعم الشخص اللي يكون ما عنده حتى عارض من عوارض الأهلية هذا الشخص له عادي إنما الشخص الذي يكون مصاب بالجنون أو السفة أو العتة هنا يعني يتم الحجر عليه يعني يمنع من ممارسة حقوقه المدنية ويمارس هذه الحقوق شخص يعين يسمى المقدم يعني هذا الشخص ينوب عليه في ممارس تلك الحقوق لماذا؟ نقولوا علاش هذا لحماية المحجور عليه لأنه هذا المحجور عليه إذا كان مجنون كيفش رح يتعامل في الأموة صحة سؤال ربما يطرح نفسه والناس مزافي جي في رأسهم وشنو هي الأسباب اللي يتخلينا نحجره على شخص معين؟ الأسباب أنه أولا أنه يكون هذا الشخص يكون مصاب بالجنون نعرفه أنه الجنون عنده عدة أشكال كين الجنون كما قولوا مئة بالمئة يعني معوق ذهني مئة بالمئة يكون من ذوي الإحتياجات الخاصة كما قولوا إحنا هذا الشخص المجنون قلناه ما يقدرش يمارس الحقوق داعه ما يقدرش حتى نعرفه أنه كين منحة المنحات على المعوقين هذا المنحة هذه ممكن يروح يجبدها ما يعرضش ممكن يعني لازم نعينه شخص اللي هو يتولى الأمور دياله يعني باش نبسطه ونفهم يفهم المشاهد لهذه الأمور القانونية لازم هذا الشخص هو اللي يتولى الأمور دياله يعني نعينه لهم وقدم كذلك السفيه السفيه شون هو السفيه؟ السفيه هو اللي ما يعرفش يتصرف في الأموال دياله نعطيك مثال نعطيك مثال هذا داخل في السفا وداخل تاني في الجنون مثلا نعطيك الأمراض الذهانية مثلا كاين كما لبيبولاغ بعض الأنواع من لبيبولاغ تنائي القطب ما شي كل يعني كل بعض الأنواع يعني تكون درجة متقدمة احنا بل كوش يديرو كاين ديفام ايديزوم بيعوا الممتلكات تحهم كانت وحدة هكذا بعت الممتلكات تتحها بش حال بعت برطما في باب الوايد بخمسين مليون وخرجته بدأت ترمي في هدوك الدراهم يعني هاد الشخص باش نتجنبه هاد الأمور هاد وما لازم هاد الشخص راه يعتبر سفيه ويعتبر مريض لازم يتعين شخص هو اللي يتولى الأمور تاعه وإلا يضيع كامل الأموال دياله ويضيع الحقوق دياله طيب أستاذة لو كان يكون شخص قاصر يعني مصاب بواحد من الأسباب والعوارض اللي تخلينا نحجره عليه سؤال وجيح في هاد الحالة شكلنا يتصرف في أمواله وكيفاش يتم التصرف فيها أيضا نعم لما نتكلمه هكذا يوسف لما نتكلمه على القاصر احنا أساسا نقوله قاصر يعني ما يقدرش يمارس الحقوق دياله حتى لو كان مريض يعني كان إنسان عادي ما يقدرش يمارس هاد الحقوق دياله عند القصر ما نعتبروش ما نقولوش كلمة الحجر لأنه الحجر يشترط المحجور عليه يشترط أن يكون بالغ سن الرشد إنما القاصر شكل يتولى الأمور تاعه يتولى الأمور تاعه الأب دياله الولي دياله أو من له الحضانة لأنه اللي عنده الحضانة رهو عنده الولاية أو من له الحضانة كذلك الوصاية يعني عند القصر لا يسمى حجر لا يسمى حجر الحجر يكون دائما عند البالغ اللي مصاب بأحد عوارد الأهلية اللي هي الجنون أو السفه أو العته أو أصيب بها لاحقا معنتها هذا شخص كبير كان لبس عليه كان بعقله وكان ومعض مرض طاح مرض تعرض لضغوطات ربما أكبر الحق السن معين الحق لا يزايمه بدأ ولا ينسى ولا يعني يتلف كما نقوله إحنا الخرف هذه الأمور كامل تقدر تدخل يعني على المحجور عليه جميل طيب أستاذة رح نواصل الحديث على هذا الموضوع أو في هذا الموضوع التحديد لكن خليني فقط نفتح البجال للمشاهدين الأكريم إذا حبوا يشاركوا معنا في هذا الموضوع يتعرفوا أكثر على التفاصيل يترحوا أسئلة ويتلتقوا أكيد إجابة وتوجيهات من المحامية اللي رحي حضرها معنا ما عليكم أن يتصلوا بنا عبر رقم الظاهر أسفل الشاشة اللي هو 023-71-98-71 023-71-98-71 هو رقم البرنامج رانا في انتظار اتصالاتكم نرجع أستاذة إلى الموضوع ديالنا ومن أهم الأسئلة اللي لازم نعرفها الناس اللي يعرفوا الإجابة ديالها وهي كيف ترفع دعوة الحجر فعلا دعوة الحجر هي دعوة ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة يقوم الشخص من يعني اللي عنده المصلحة أنه يحجر على المحجور عليه على هذا الشخص يقوم يرفع دعوة أمام قاضي شؤون الأسرة قاضي شؤون الأسرة رح يعين خبير هذا الخبير يتأكد أنه هذا الشخص فعلا رهو فاقد الأهلية معناتها يتأكد إذا كان خبير يعني يكون يعني خبير الأمراض العقلية يتأكد إذا تأكد أنه هذا الشخص رهو مصاب بأحد عوارد الأهلية يعني سواء جنون أو سفه أو غير ذلك أو حتى خارف أو لايزايمر اللي يخليه ينسى كما قلنا إذا تأكد الخبير من هذا الشيء اللي هو راهو مختص رح يعيق يحرر خبرة هذه الخبرة تثبت أنه هذا الشخص فعلا يجب الحجر عليه وبالتالي قاضي بعدها يحكم أنه يعين له مقدم شكون هو المقدم كيف نقوله كلمة مقدم هو المقدم مسؤول هو اللي يكون مسؤول ويتولى يعني شؤون شؤون تعهد المحجور عليه يعين مقدم وهذا المقدم هو اللي يتولى شؤون المحجور عليه طيب أستاذ كيف يتم تعيين واختيار المقدم مثلا نفرضه على سبيل المثال أب عنده أولاد بزاف ربما وكل واحد يحب يدي الوصاية على أب ديالو في هذه الحالة كيف يتم تعيين واختيار المقدم فعلا هذين نلقاوها نلقاو مشاكل هنا نلقاو مشاكل لما يكونوا الأولاد يكونوا الأولاد والبنة يعني كل واحد يقول لك أنا لنكون المقدم على بابا علش أنت اللي تتولى إدارة شؤون المالية أمواله أو وتكون مشكلة كبيرة لما تكون الزوجة مثلا تكون مرط باباهم زوجة الأب هدية هي تقول لك أنا لنكون مقدم عليها في حين أن الأولاد يعني طبيعا ما رحش يقبلوا يقولوا لها لا نحن اللي نكونوا مقدمين هنا القاضي وش يدير هنا القاضي يقوم بإجراء تحقيق هذا التحقيق راح يستنتج فيه شكون هو اللي عنده المحجور عليه علش قلنا هذا الدعوة تكون لحماية حقوق المحجور عليه مش يباش نسلبوله الحقوق دياله بالعكس أنه لازم نحميوه وبالتالي القاضي عنده السلطة التقديرية هو اللي يشوف شكون هذا الشخص اللي فعلا قادر يحمي هذا المحجور عليه مثلا اسم شلي فقط أستاذا قاطعك راح نتعرف على وشنو هي الأسباب اللي يعتمد أو للنقاط اللي يعتمد عليها القاضي في اختيار المقدم لكن خلينا نستقبل المكالمة هاتفية باش ما نطولوش على المشاهدين ونقولوا آلو صباح الأنوار آلو صباح الأنوار شكون معانا ومنين أم هارون طيف يالله تحييالك كل ناس طيف لرا تشوفينا صبيحة اليوم الحمد لله لين عموونتي لباس والله لباس الحمد لله يالله كم يقول يتعليها إن شاء الله كم يقولها نعمة دائما إن شاء الله اللهم آمين يا ربي تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع مع الأستاذ راني تبعتها مليح واسمعتها واس حضرت على مثل إن واحد فيكون نياب المياه كم يقول إحنا أبقى عصر طول وواحد كم يقول أبقى أنا الزوش تعي ما يهدرش حقلا ما يهدرش عقله الحمد لله عقله نورمال يعني عندي ما يفسس أوليك الله يبارك الله يبارك يبارك كم يفحصه إن شاء الله هو كم يقولها نورمال يتعليها طابلها 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 نطلبه فقط من غفل التحكم يزيدون شوية فقط في الصوت باش نقدرون نسمعوا الاتصال بشكل واضح من فضلك شكرا يلا يقول لك نقول مرة يعني كم يقول المرة جه واحد قاسر بسهد قاسر تمه وفضح شوية صار قال له نشري لك نشري لك طمع بي اه بعد الزوج التاعي يقول لك صح نسكيني يقول لك تاع الجمعية رح يشري لي طمع بي هذو سعلي اقتصاد شغول مشايشين فيه ملاكيشين ما في انتش اه من بعد بشوي بشوي بدأ يصغل فيه هو واحد معه واحد واحد كان يخدم في البوستة خطاش عندي كم نقول الوقت على البوستة اه 40 مليون سيدة الكريمة تقريبا اني فهمت سؤال سيدة الكريمة سمعيني كما نقول احنا كشو حان سهم اكو نقول شغول انتش ترجمين يترجم لهم اه هذو اللي يخصرها طيب سمعيني فقط سيدتي سيدة الكريمة السؤال تاعك انت درتيلو الحجر ولا مازال ها هدري هدري نعم درتيلو درتي رفعت دعوة عن حجر سيدة الكريمة سيدة الكريمة سؤال تاعك انت انه هد هد سؤال تاعك دخل في دعوة نصبه الاحتيال هده شي اخر احنا ربما نتكلم نسألك اذا كنت يعني تعينتك مقدمة علي او عينتول يعني حجرت علي او عينتول وشكو المسؤول على الممتلكات والإدارة ديالها ما عين ليش انشغول حجر ايه ديك مغلو الزج سائل وين قام نعم خليني نجاوبك سيدتي الكريمة ديالله بقاي في الاستماع رح تسمعي الى نصائح وارشادات سيدة خليني نجاوبك نعم سيدة الكريمة أنت زوجتك قلت أنه ليس بمجنون الحمد لله لكن هو ما يتكلمش نعم اسمعيني برك قلت أنه لا يتكلم ويتصرف برا أنه تصرف في أمواله بسفه احنا قلنا أنه كذلك ليس المجنون فقط الذي يتم الحجر عليه كذلك السفه شكون هو السفه السفه اللي ممكن باش نبسطها نقوله تقدر الناس تكلخله وتديله دراهمه يقدر يصرف دراهمه في أمور بسيطة ويصرف دراهم كبار عليها هذا الشخص ممكن الحجر عليه ترفيع دعوة قدام قاضي شؤون الأسرة اللي هو رح يعين خبير هذا الخبير في الأمراض العقلية هو اللي رح يقرر إذا في الخبرة إذا كان زوجتاعة كسفيه أو مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية يمكن أنه تحجر عليه وبالتالي تعين له مقدم اللي هو ما يقدرش يتصرف هذيك الأموال المقدم هو اللي يتصرف في تلك الأموال وهل في هذه الحالة يقدروا يسترجعوا الأموال اللي تم سرقة حول اللي تم تحيول عليها هنا دعوة أخرى هنا نرحول دعوة يعني شكوى في الجزائي يعني في النصب والاحتيال لأنه تم النصب عليه والاستيلاء على أمواله يقدروا يسترجعوها نرمال أكيد أكيد نعم كي يصيبوا للشخص اللي ينصب عليه هنا مكش مشكلة إنما في دعوة الحجر أنا جاوبتها على السؤال تحا في دعوة الحجر أنه ممكن أنه تتحجر عليه لأنه قلنا الحجر ليس بالضرورة أن يكون الشخص مجنون القانون دخل كذلك السفيه والمعتوه هنا يمكن الحجر عليه جامل أستاذة في هذه الحالة يعني تقدرسترجع أموالها بطريقة قانينية بطريقة عادية لكن كل الخطوات اللي اديرها لازم تحجر على دوجها نعم تحجر عليه بهذا لما تولي هاي المقدمة تحميه بهدف حماية إنه ما يزيك تصرف الأموال الأخرى بسفة هو يزيك يضيع الأموال دياله جميل يعني إجابة شافية ووافية الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله نواصل الحادث على هذا الموضوع تحديدا نرجع على كيف يتم اختياره أو ما هي المعايير اللي يعتمد عليها القاضي في اختياره نعم هو القاضي هو اللي عنده السلطة التقديرية مثلا القاضي يكونوا زوج إخوة ويكون واحد فيهم هو اللي راهو عنده هذا المحجور عليه راهو عايش عنده هو لو يتولى الأمور دياله القاضي راح يقدر كيفاش اسمى الإخوة الأخرين اللي راهوهم بعاد هم يعينهم كمقدم واللي راهو لاتي به واللي راهو لاتي بالأمور دياله وما ما شي هو يعني بالتالي القاضي راح يشوف هذا السلطة التقديرية ترجع له وكيفاش يعرف القاضي القاضي سيجري تحقيق لأنه نعرف تقولنا دائما لحماية مصلحة المحجور عليه يعني بهذه الطريقة ممكن أن القاضي يعين ذلك المقدم إذا كان هناك نزاع نقطة أخرى ربما على ذكر النزاع في آخر كلمة قلتها أستاذا وهو النزاع اللي دائما يكون بين الأولاد خلينا نقول على ممتلكات الوالد أحيانا يكون واحد تمتعينه من طرف المحكامة كمقدم على الأب والأب يكون عنده ممتلكات كن ما شاء الله عليه يعني برزقه بخيره كما أن نقوله ولكن أحيانا يكون فيه تلاعب هذا الإنسان المقدم ما دهش ربي فبالتالي يروح يبيع الممتلكات يقولك قبل ما يتوفى الوالد بما أني أنا المسؤول عليها فيبيعها بهدف حرمان الإخوة من الإرث مستقبلا ولا فقط يستغلها مربما يعني الحمد لله المشاريع الجزائري ما غابت عليه هذه النقطة صح هو عين هذا المقدر لهذا المقدم ممكن أنه يتصرف في أموال المحجور عليه لكن القانون حدد نقاط وحدد أمور التي لا يمكن للمقدم أنه يتصرف فيها واشنوه هي هي بيع العقار معنتها لازم يدي الإذن من عند القاضي لازم القاضي اللي طاله الحج القاضي شؤون الأسرة يدي من عنده الإذن في أمور عدة اللي من هي محددة من طرف القانون واشنوه هي بيع العقار يعني أي عقار مثلا عنده برط ما عنده فيلا عنده أي شيء عقار يسمى بالعقار عنده قطعة أرض عنده ما يقدرش يبيعها له غير للإذن من عند القاضي كذلك إذا كان رهن هذا العقار واش معنتها الرهن نعرفه أنه يروح يجيب بقرض ويرهن هذا العقار هذا دياله بالتالي هنا كذلك لا يمكنه رهن هذا العقار إلا بمجب إذن من عند القاضي كذلك إيجار العقار لفترات تتجاوز ثلاث سنوات هنا لا يمكن كذلك كذلك قسمة العقار لأنه هذه القسمة لا يمكن يعني العقار كل واحد يقسمه كل واحد يدي هنا لا يمكن قسمة أو يبيع جز لا يمكن قسمة هذه العقار إلا بإذن من القاضي الحالة الأخيرة لما تكلمنا غير على العقارات تقول انتين عنده منقولات عنده صيارات عنده عنده أمور منقولة هنا كذلك أمور منقولة هامة يعني ذات قيمة مالية كبيرة هنا كذلك لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن من القاضي وبالتالي الناس اللي يدير في بالها أنها طرح تحجر على الآباء تحها من أجل الاستيلة إذا كان عنده ورث وعنده يقول لك أنا نستالي كامل على الأموال تاعة ونديهم أنا نحن نقول لهم أنهم حسبهم رأوا غالط غير ممكن أكيد بالنسبة للناس اللي عندها أموال في ألبونك هل يقدر يستغلها المقدم أو لا؟ يقدر يجبدها؟ يقدر يجبد في حدود يعني إذا كانت القيمة المالية كبيرة لا يقدر يتصرف فيها بدون إذن من القاضي طيب في حال تزوير بعض الوثائق ومنها الإمضاء تعال الأب ولا من أجل الاستغلال في هذا الحالة مثلا أيضا تزوير شهادات طبية من يستعملها في مختلف الحمد لله كذلك القانون يعني في دعوة الحجر في عقوبات ما راهيش هكذا كذلك في عقوبات إذا تم التزوير يعني أنه دعوة الحجر صعيب أنه يتم فيها هذا أنه علاش القاضي مش راح ندوله شهادة أنه هذا الأب راه مريض أو راه مجنون أو راه يروح يحجر عليها القاضي يدل له الحجر يعين له مقدم لا القاضي دائما يعني أنا ما جزت شعلية حتى دعوة إلا إذا كان القاضي عين خبير وهذا الخبير راه مختص هذه الخبرة هي اللي راح تثبت إذا كان هذا الشخص مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو لا وبالتالي صعب أنه الإنسان يتقدم بدعوة ويثبت أنه حجم من خلال الشهادة الطبية فقط طيب أستاذة علاش كثرت مؤخرا دعاوة والحجر في المحاكمة الجزائرية واللي نسمع لها بشكل يومي في هذا المبكر يكون ما نسمعوش على هذا الأمور فعلا كثرت حقيقة من خلال يعني احتكاك بهذا المواضيع وبالمواطن أيضا فعلا نحن على بالك كعن نديره قضايا شؤون الأسرة لأنه قضايا شؤون الأسرة دخل فيها كل ما يمس الأسرة كل الأمور تع الميراث إلى غير ذلك دعوة الحجر دايما يسبقوا فيها هذا الدعوة تع الحجر كانت زمن تمتم يعني أربع ساعة أو لا تنتهي القضايا الآن أحيانا توصل إلى ساعة أو ساعة أو شوية لأنه كثرت هذا الدعوة علش كثرت هذا الدعوة؟ لأنه نعرف أنه الناس المصابين بعوارد الأهلية مثل الناس المجانين أو الناس اللي عندهم إعاقة إعاقة ذهنية هنا والله كانوا زمن يخلصوهم كانت الأموال تعالى المعاق كانت أموال بسيطة لما يعني الدولة الجزائرية في إطار سياستها الاجتماعية والله والله المفروض أنهم عندهم ديميل دينار مليون سنتيم مليون كما قلوا مليون سنتيم مليون وبالتالي هنا والله لازم يعني الإنسان المجلوم لا يقدرش يروح يدي كارديدون دي تتاعه ويروح للبسطة ويجبد درعها لا هنا لازم أنه هذا الشخص هدايا يكون يعني المقدم دياله هو اللي يحل محله وهو اللي يتولى هاد الأمور دياله وبالتالي يعني لهذا يعني ولت مطلوبة ولا مطلوب أن يكون مقدم بالتالي كثرت الدعوات على الحجر للأسف الشديد أستاذة أيضا نروح إلى طيب نحكو أيضا أستاذة على المنحة المنح المعينة نعم المنحة أنه إذا كان هاد الشخص يعني مصابقنا بعوارد الأهلية ويمدوا له منحة هاد المنحة ما يقدرش لأنه لك شخص مجنون يرحم بابك راه مسكين هو ما يعرفش الأمور تاعه ما يعرفش منبه كيفاش يكتب هادك الشيك صح ما يعرفش منبه كيفاش يتصرف في تلك الأموال ربما الأشخاص اللي لا يتحضر عليهم يكون عندهم منحة مقدمة من الدولة الجزائرية في هذه الحالة كيفاش تبقى تمشي المنحة ولا تتوقف ولا يستغلها المقدم ولا يستغلها الأبناء هاد المنحة هاد يدياله أو حتى الشهرية تاعه إذا كان متقاعد نهضره ما نهضرهش عن المنحة فقط نهضره عن المنحة الممنوحة من طرف الدولة نهضره على لاغوتخات تاع هاد الإنسان إذا كان شخص متقاعد يعني كان بعقله وكان لبس عليه ومبعدتك مرض هنا هاد الشخص ما يقدرش هو لي رح يجبد الأموال تاعه وحتى ياسيدي رح هو وجبد الأموال تاعه وده الكارديتون ديتي وده ممكن هاد الأموال يضيحها في حين انه هاد الأموال يسحقها باش تصرف عليه للأجل الأكل تاعه المصروف دياله اللبسة تاعه طبيب دياله هنا هو ممكن انه يضيح هاد الأموال بالتالي المشرح عينها وعليش قلنا الحكمة من هاد الحجر انه حماية المحجور ماشي باش نضره ولا ندوله دراهمه ولا انه باش نحمايوه نعينه شخص اللي عنده مصلحة وليكون ثقة هاد الشخص هو اللي ره يتهلى فيه وراه يقوم بالأمور دياله وبالتالي هو اللي يجبد هاد الأموال تاعه هو اللي يتصرف فيها يمدلو مثلا اذا كان يعرف يصرف ويعرف يخرج يمدلو باش يصرف و تلك الأموال الأخرى ينفقهم عليه جامل أستاذ وصدنا رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قاتلك سيدة أستاذ من فضلك جاوبوني على هذا السؤال في حال ما يكون شخص محجور عليه من طرف الابن الأكبر ويحب يبيع قطعة أرض أو حاجة من ممتلكات الوالد في هذه الحالة هل ضروري أنه الأولاد كلهم يسمعوا باللي راح يبيع ولا ما يسمعوش لا أكيد احنا قلنا أنه قلنا أن المحامة تفوت على محامة عفوا على القاضي هو اللي يقرر القاضي ولكن هل يطلب من الأسرة والعائلة كل يحضروا قبل الموافقة أولى أكيد أكيد على بأنك القاضي هو اللي يتولى هاد الأمور راهو عنده السلطة التقديرية راهو يعرف كيفاش يصير هاد الأمور لكن عنده أولاد راح يحضروا هاد الأمور لقاضي كيروح ليه بش يبيع لازم يقدم له لقاضي هاد راح يدير تحقيق بالتالي لما يدير تحقيق يكون فوكي هاد الأولاد يعرف هاد الشخص النية وعليش راح حبي يبيع هاد العقار وبالتالي ماهيش سهلة أنه نتصرفه سواء في أموال القاصر أو في أموال المحجور عليه يعني كين ضواب تحددها القانون باش علاش باش نحميه وحقه هو ونحميه وحق يعني الورثة من بعده يعني بعد وفاته وبعد عمر طويل إن شاء الله طيب أستاذة بالنسبة للعارضة اللي يقدموها من أجل الحجر في القانون على ما تحتوي ولا للدوسي وش لازم يكون فيه الدوسي يكون فيه شهادة طبية تثبت حتى أنه القاضي ما راحش يعتمد فقط على تلك الشهادة الطبية لكن يعني يقدمها باش يثبت أنه هذا الشخص راه مريد راه مجنون أو غير ذلك كذلك يقدم تلك العارضة يسجلها أمام المحكمة يقدم شهادة الميلاد يقدم ما يثبت علاقة المقدم يعني الشخص اللي حبي يحجر عليه بهذا المحجور عليه يثبت أن تثبت أنها الزوجة تاعه أو يثبت أنه وليده أو تثبت أنها بنته يعني علاقة القرابة اللي تربط بيناتهم هذه هي الأمور اللي يقدموها للقاضي شكون هما الأشخاص المؤهلين لباش يكونوا ربما مقدم كل من له المصلحة يعني هما غالبين يدخلوا في الأقارب يعني الأصول أو الفروح يبدأوا من الأبناء أو الزوجة الزوجة الأبناء شكون اللي عنده الأولوية يعني ما كاش ترتيب ما كاش عنده الأولوية أنه هنا مرنش كما الأمور مثلا الحضانة وغير ذلك ليكون فيها ترتيب هنا ما كاش ترتيب قلنا القانون خل السلطة التقديرية للقاضي يعني افتح له المجال أنه قلنا إذا كان ما كانش هناك نزاع القاضي رح يشوف أنه إذا كان هناك نزاع القاضي رح قلنا رح يدير تحقيق مش معندها التحقيق أنه يكون فوكي الناس يكون فوكي العائلة تاعه يكون فوكيهم يدير تحقيق عند من رهو عايش هذا المقدم عند من رهو عايش هذا المطلوب المحجور عليه هذا المقدم كيفاش القاضي رح يلاحظ التصرفات والذهنية يعني قلنا السلطة التقديرية للقاضي اللي هو رح يحدد هذو أولئي الأشخاص جميل طيب في حال ما هذا الأب كان عايش عنده واحد من الأبناء هل هو عنده الأولوية في السلطة التقديرية للقاضي ولا لا؟ هي قلنا ليس بالضرورة ليس بالضرورة لكن القاضي رح يرجح مثلا قلنا أنه هذا الشخص رح عايش عنده هو لو متهلي فيه منذ سنوات أوتوماتيك ما رح يحكم له له لكن ليس بالضرورة قلنا ما كاش ترتيب وما كاش الشيء مطلق تبقى السلطة مفتوحة للسيد شكرا لك سيدنا بلا وضحة على كل المعلومات المقدمة صابحت اليوم لأنه حقيقة الموضوع مهم جدا للمواطن الجزائري وهو موضوع الحجر لتنوي لها ظهر اليوم في الختام نشكرك مرة أخرى لا عفو لا عفو ولا غير أفك بليزيغ وانا نفرح نقدم هكذا معلومات نحسها بلاحة رح تفيد المشاهد حقيقة أكيد خاصة لما لمسوا تفاعل الناس من خلال سوشيال ميديا ومن خلال أيضا اتصالات للجيناء في كل حلقة على فقرة القانون يا عزيزك صحة أستاذة وانتلقوا في أعداد أخرى ربي حفظك شكرا يوسف شكرا لكل مشاهد شكرا للمشاهدة